موسيقى ان شاء الله هنقش معكو قطع خاصة بالصف الاول والثاني الاعدادي وكمان هنقش قطع للصف الثالث الاعدادي القطع اللي قدامنا دايت او التكست اللي قدامنا دوت للصف الاول او الثاني الاعدادي ممكن نفس المواصفات فنركز جدا احنا بنعمل ايه مش عايز اي طالب يغلط الغلطة اللي بتعملوها وبتشوفوا السؤال وبتدوروا على اجابته لان في بعض الاحيان بيكون القطع فيها تريكس بيبقى فيها بعض الخدع محتاجة ان انا ارى افهم اكتر من كده فاريت نبطل ايه الطريقة دي في حل القطع القطع زي ما انتو شايفين ليها سبستفيكيشن معينة ليها مواصفات معينة هتيجي في الامتحان سواء في الصف الاول الاعدادي او الثاني الاعدادي خلوا بالكو هيكون عندنا سؤال بيقول لي يعني اعطي الفكرة الرئيسية ممكن السؤال دا يتغير ويبقى بشكل تاني فيقول لي بتتكلم عن ايه القطع دي او ممكن كمان يقول لي give a suitable title for this passage give a suitable title وكلمة title بمعنى عنوان يعني شوف عنوان مناسب يكون مناسب للقطع اللي قدامنا كمان هيكون عندنا سؤالين بيبقى فيهم مجرد ان انا بعمل extract information يعني اطلع المعلومة من القطع وعندي طبعا سؤال reference يعني هيكون كلمة تحتها خط وهيقول لي بتشير لايه دي كمان سؤال هيختبر الفوكابيولار بتاعتي الكلمات اللي انا مذاكرها وعارفها ممكن يقول لي meaning بتاعها ايه او يقول لي opposite بتاعها ايه سواء نستخلصها بقى من القطع او من بره القطع على حسب ما هيطلب مني فيه كمان سؤال مهم جدا مفيش قطعة بتخلو منه سؤال critical thinking يعني سؤال التفكير النقدي زي ما انتو شايفين كده ممكن اللي هو السؤال التالت قدامنا بيقول لي why do you think وهيكون الموضوع related to the passage هيكون مرتبط بالقطع اللي قدامي هيقول لي سؤال تاني هيقول لي what's your opinion ما رأيك هيقول لي كمان سؤال ممكن يكون السؤال بشكل مختلف يقول لي do you think ويسألني عن حاجة انا قارتها في القطع وكمان يكتب لي جانبها why or why not يعني يجاوب على السؤال ده الاول وبعدين قول لي ليه او ليه لا يعني طبقا لاجابتك برر لي الاختيار اللي انت قلته فلازم نبقى عارفين مواصفات القطع هتيجي ازاي بحيث ان احنا نقدر نستوعب احنا نحلها ازاي ان شاء الله في الامتحان القطع اللي قدامي بتقول read the following then answer the questions it's important to eat the right things but we shouldn't forget about what we drink انا عايزة الطارب هو بيحل في الامتحان يقرى جملة جملة ويحاول يترجمها قبل ما يبتدي حل الاسئلة يعني الجملة دي خلصت عند الفل ستوب يبتدي يترجم في دماغه او يترجم في الدرافت عنده في الورقة الجملة الاولى بتقول من المهم ان احنا ناكل الاشياء الايه الصحيحة وكمان ما ننساش الحاجات اللي احنا بنشربها we should drink a lot of water لازم نشرب مياه كتير water is great because it hasn't got any fat or sugar الجملة خلصت قبل ما هو يسألني تحت انا لازم اكون عارف ايت دي بتشير لإيه بيقول لي المياه دي شيء عظيم لانها ما فيهاش اي دهون ولا سكر وبالتالي هي حاجة مفيدة يبقى ايت دي قبل ما هو يسألني اكيد هتشير لإيه هتشير للمياه so we should drink more water لذلك لابد ان نشرب ماء اكثر كمان بيقول لي بعض المشروبات فيها كثير من السكر we shouldn't drink these because they are bad for our bodies and they are bad for our teeth المفروض ما نشربش المشروبات دي لانها ضارة باكسامنا وكمان ضارة لأسنننا ها يديني بقى example بيقول لي milk is good for our teeth we should try to drink a glass of milk every day بيقول لي اللبن مفيد جدا لأسنننا وكمان لازم ان احنا نحاول نشرب قباية من اللبن كل يوم visit drinks are always bad for our teeth even when they don't have sugar كمان بيقول لي ان المشروبات الغازية دايما بتكون ضارة لأسنننا حتى لو كانت ما فيهاش سكر كده انا فهمت القطعة وترجمتها كويس جدا ابتدي بقى اشوف السؤال بتاعي بيقول ايه what is the main idea in the passage نخلي بالنا ان احنا قلنا هيسألنا عن الفكرة الرئيسية او القطعة بتتكلم عن ايه المين idea الفكرة الرئيسية it's important to eat and drink the right things ده ممكن يكون حل السؤال الاول ممكن كمان يديني سؤال في الامتحان ويقول لي give a suitable title يعني give a suitable title يعني اعطي عنوان مناسب لو جالي سؤال زي دوت هحاول اشوف القطعة بتتكلم عن ايه فاقول مثلا ممكن يكون العنوان المناسب دوت ان احنا نكتب how to keep healthy السؤال الثاني بيقول لي what does the underlying pronoun it refer to كلمة refer to يعني يشير الى ويعندنا underlined pronoun يعني الضمير اللي تحته خط سعب بتبقى the underlined word يعني الكلمة اللي تحتها خط طبعا انا هجاوب على السؤال ده ازاي هقول it refers to it اللي انا بكتبها دي هي اي كلمة تحتها خط اشير الها بكلمة it فاقول it refers to بتشير الى ايه في القطعة زي ما انتوا شايفين water is great because it hasn't got any fat or sugar يبقى هو هنا بيشير للمية يبقى الإجابة it refers to water طبعا كلمة fat يعني دهون وكلمة sugar يعني سكر السؤال الثالث اللي احنا قلنا عليه اللي هو critical thinking بيقول لي why do you think we should eat right things هو انت ليه بتعتقدي ان احنا لازم ناكل اكل صحي او ناكل حاجات سليمة في السؤال بتاع critical thinking اما يكون هو ذكر لي حاجة تساعدني على اني احل السؤال دوات من القطعة مباشرة وانقل من القطعة وساعد بيكون ده معتمد على فهمي انا فممكن اجاوب اجابة مناسبة للقطعة بس ممكن تكون مش موجودة بالنص فهنا انا قدر اقول ان الاجابة ممكن تكون to keep healthy or to stay healthy we should eat the right things to keep healthy or to stay healthy بعد كده بيكون عندي three questions اللي هما choose the correct answer from a b c or d number four بيقول لي visit rings are for our bodies دي مباشرة جدا من القطعة visit rings مالها bad for our bodies number five milk is good for our اللبن مفيد ليه blood teeth ears noses طبعا ودي مباشرة برضو من القطعة اللبن مفيد لأسنننا يبقى اجابة teeth number six the word forget means to be نخلي بالنا هو سألني على كلمة موجودة في القطعة اللي هي كلمة forget معناها ايه forget forget يعني ينسى طيب ايه في المعينة اللي اربع اللي قدامنا دول يتناسب مع المعنى ده تعالوا نشوف كده able to remember قادر انه يتذكر المعنى ده مش مناسب unable to remember غير قادر على انه يتذكر تبقى هي دي الاجابة الصحيحة كمان لازم اقرى باقي الاجابات فبيقولي able to help people for free قادر انه يساعد الناس بلا مقابل طبعا الاجابة دي مش مناسبة للverb forget unable to move to a place يعني غير قادر على انه يتحرك في مكان برضو ده مش مناسب للاجابة يبقى الاجابة بتاعتي unable to remember نخلي بالنا ان احنا نقرأ لازم نقرأ الاربع اجابات علشان نشوف انهي انسب اجابة في الايه في الاجابات الاربع بكده نكون خلينا قطعة المناسبة للصف الاول والثاني الاعدادي نحن نشوف الاجابات طبعا زي ما انتم شايفين الاجابات وطبعا في بعض الاجابات ممكن تكون مناسبة لكل طالب انه هو يقول رأيه في سؤال بس يكتب كلام مفيد او كلام صح طيب القطع اللي معانا للصف الثالث الاعدادي بتقولي read the following text then answer the questions بنفس الطريقة هنقرأ كويس جدا ونترجم قبل ما نبتدي نحل عندنا 6 questions بيقولي trees have a vital role in our lives طبعا اقرأ جملة جملة واحاول اترجمها متوقع بالنسبة للصف الثالث الاعدادي ان انت تلاقي كلمات ما تعرفهاش احاول افهمها من خلال ال context يعني احاول افهمها من خلال السياق وما حاولش الندوة تخليني اتوتر في الامتحان القطع بتقولي trees have a vital role in our lives يعني الاشجار ليها دور مهم كلمة vital يعني حيوي وكلمة role يعني door they are the biggest plants on the planet هم اكبر النباتات على الكوكب they give us oxygen shade wood and fruit بيدون الاكسجن والشيد اللي هو الظل وكمان بيدون الخشب وبيدون الفاكهة they give life to the world wild life يقدروا يدو الحياة لكل الكائنات البرية اللي هي ايه يعني يقصد بها ايه يقصد بها الكائنات اللي مش بتعيش في البيوت اللي مش بيرعوها الانسان ولكن هي عايشة ايه عايشة في الطبيعة مع نفسها كده وبد ايه بتقدر ان هي تتكيف وتعيش مع نفسها they act as a physical filter او الوظيفة للtrees ان هما they act as a physical filter بيعملوا كأنهم filter عارفين طبعا filter يعني مصفاء او حاجة بتنقي الشيء اللي حوالينا trapping dust and taking pollutants from the air طبعا الطالب لو جالوا قطعة زي دي هيتخضي جدا من الكلمات بس يحاول يشوف هو قصد ايه ممكن يكون كلمة filter سهلة بيسمعها في العربي يعني filter يعني حاجة بتنقي الشيء كمان عارف كلمة dust بمعنى تراب فكلمة trapping dust يعني ايه كأنها بتخلصنا من الاتربة والpollutants مش عارف pollutants بس عارف ان pollution يعني تلوث هنا كلمة pollutants يعني كلمة مشتقة من كلمة pollution اللي هي الملوثات بتخلصنا من الاتربة والملوثات اللي في الهواء each tree removes about 1.7 every year يعني بتقدر كل شجرة على حدة تقدر انه تخلصنا من ايه من واحد وسبعة من عشر من الملوثات دي اللي موجودة في الهواء في السنة الوحدة some of them طبعا ده اول paragraph خلوا بالكوا كده the first paragraph عندنا بعد كده the second paragraph لحظوا كده ان القطع بتاعتي متقسمة paragraphs الparagraph التاني بيقول some of them are known to have some medical benefits كلمة benefits يعني فوائد كلمة medical مشتقة من medicine يعني لها فوائد طبية research shows that within minutes of being surrounded by trees and green spaces your blood pressure drops your heart rate slows and your stress level comes down طبعا برضو القطع عملينا كلمات بس هنحاول نفهمها واحدة واحدة بيقولي ان الابحاث بتبين ان within minutes يعني في خلال دقائق بان انت تكون محاض بالاشجار surrounded by trees انت تكون محاض بالاشجار والاماكن الخضرة ده بيعمل ايه بقى بيعمل ايه في ال blood pressure drops ضغط الدم بتاعك بابل لو كان عندك ضغط عالي your heart rate slows معدل ضربات الابل and يعني يبقى في معدله الطبيعي and stress level كلمة stress يعني ضغط او ضغوط مستوى الضغط عندك بيبقى ايه بيبقى احسن ما بيكونش عندك ضغوط نفسية they taken carbon dioxide to slow the rate of global warming يعني كمان بيقدروا ان هم يغدوا ثاني اكسيد القربون ويقللوا من حاجة اسمها global warming اللي هي الاحتباس الحراري ندخل على the third paragraph third paragraph بيقول لي all nations over time knew their importance and encouraged people to grow them everywhere كل البلاد وكل الدول طبعا عندي كلمة nations بمعنى امم ممكن نترجمها بمعنى دول بيقول لي كل الامم او كل البلاد بمرور الوقت قدروا يعرفوا اهميتها وبدأوا يشجعوا الناس ان هم يزرعوها everywhere to take care of them علشان تقدر انها تقلي بالها منهم او تقلي تحافظ عليهم teachers at school do their best to explain their importance to students المدرسين في المدارس بيبذلوا اقصى جهد عندنا كلمة do their best بمعنى يبذل قصارى جهدهم to explain the importance to the students بيحاولوا يفهموا الطلب اهمية الاشجار trees are sometimes used to refer to unity and strength يعني كمان بتكون الشجرة ديت ممكن او الاشجار رمز للاي بتشير للوحدة وتشير للقوة they provide many people with their jobs كمان ممكن عن طريقهم يبقى عندنا وظائف ازاي هيوضح لي في الجملة اللي بعد كده بيقول لي many things in our life are made of trees such as doors windows desks paper and some medicines يعني في اشياء كتيرة في حياتنا بتبقى مصنوعة من الشجر such as يعني مثل البواب والشبابيك والdesks والpaper الورق لان اصل الورق خشب and some medicines كده احنا قرينا القطع وارد جدا يبقى عندي كلمات كتير معرفاش وارد جدا يكون فيه كلمة او اتنين مش عايزين نتخضر من القطع دي بس انا عايزة الطالب يستفيد كل ما يحل اكتر يستخرج الكلمات اللي مش عارفها ويحفظها عشان يبقى عنده حصيل الكلمات تستعدوا في حل سؤال القطع نبتدي بعد كده نحل بيقولي choose the correct answer from a, b, c, or d the best title for this passage is أنسب عنوان للقطع دي ايه يا ترى the trees benefits يعني فوائد الأشجار ولا the trees kinds أنواع الأشجار طب هو تكلم هنا عن أنواع الأشجار أكيد لا planting trees ذرع الأشجار saving trees يعني حماية الأشجار القطعة كانت بتتكلم أكتر حاجة عن the trees benefits يبقى لازم أدور على أنسب إجابة number two be only trees give life to the world wild life by بيقدروا الأشجار أن هم يساعدوا الحياة أو الكائنات الحية اللي موجودة في الطبيعة إزاي by giving them air بيدوهم هوا ولا giving it space بيدوهم مكان فاضي أو بيوفروا لهم مكان يعيشوا فيه ولا providing many jobs ولا بيوفروا للكائنات دي كثير من الوظائف ولا acting as a physical filter ولا بيكونوا هم السبب الأساسي في فلترة الهوى أو تنظيف الهوى من the pollutants هي أكيد الإجابة دي اللي هي acting as a physical filter number three be only trees are important because their medical benefits يعني هم مهمين because of their medical benefits أهميتهم الطبية دي فعلا إجابة صحيحة طب نكمل they filter air بيفلتروا أو بينظفوا الهوى طبعا دي برضو إجابة صحيحة they take oxygen لأ هم مش بيغضوا الأكسجين دون أكسجين يبقى الإجابة دي مش مناسبة يبقى الإجابة هي A و B بتدي بقى في أسئلة الأنسر بيقولي where do you think people will plant trees in the future دا سؤال critical thinking بيحاول يشوف الطالب ممكن يفكر is they تعتقدوا هما الناس هيبتدوا يزرعوا الأشجار فين في المستقبل ممكن أقول I think they will plant them everywhere هيزرعهم في كل مكان مثلا like إن هما يعملوا إيه يعني they will plant them in front of their houses any possible answer يعني ممكن أقول أي إجابة مناسبة لأن دا سؤال بيعتمد على فهم الطالب number five بيقولي how can you infer وركزوا على الكلمات دي عشان اتكررت كتير كلمة infer يعني يستدل أو يستنتج is they تقدر تستنتج from the text that the trees is a solution to the pollution problem is they تقدر تستدل أو تستنتج من التكست من القطع لقدامك إن الأشجار هي الحل لمشكلة التلوث طبعا الإجابة موجودة عندنا إحنا أهم حاجة إن هما they take in carbon dioxide to slow the rate of global warming and they give us oxygen بيدون الأكسوجين وكمان بيغضوا ثاني أكسيد القربون وده بيحل مشكلة التلوث في حاجة مهمة جدا they act as a physical filter trapping dust and taking pollutants from the air إجابة دي مناسبة جدا يبقى لازم نقول الإجابتين طالما إحنا قدرنا نتعرف عليهم وهم دول يكونوا الإجابة بتاعة السؤال الخامس السؤال السادس جديد جدا نخلي بالنا منه كلمة summarize the second paragraph of the text in one sentence السؤال ده جديد ومتكرر في معظم القطع في الكتب الخارجية كلمة summary يعني ملخص كلمة summarize يعني لخص يبقى هو بيطلب مني إن أنا لخص في بعض الكتب بتقول approve summary بيقول لي مثلا اكتب ملخص بسيط in one sentence يعني in one sentence يعني في جملة واحدة طبعا أنا لازم أحدد هو بيسأل عن any paragraph سعب بيقول لي لخص التكست كله في one sentence يعني لخص للقطع دي كلها في sentence واحدة في جملة واحدة ساعد بيقول لي مثلا the first paragraph اللي هو من أول trees لغاية every year second paragraph من أول some لغاية global warming with third paragraph من all nations لغاية كلمة medicines طبعا هو second paragraph بيتكلم عن ايه بيتكلم عن trees have some medical benefits and they can slow the rate of global warming or they can solve the problem of global warming طبعا هذه الإجابات بكده نكون نقشنا سؤال القطع يارب أكون في التوكو thanks for watching and see you next time موسيقى